خلينا بقى نشوف الحالات واقول لك هو ليه الأهلي والزمالك والبيرامد خنائتهم الكبيرة وموقف المؤولين العرب ايه بس بعد ما نشوف الحالات بتاعة عمر فايد ولا انا بالنسبة له هطلق عليه المدافع الاستباقي عمر فايد المدافع الاستباقي بص كريم وقف هنا واقول لك ليه الاستباقي وانت هتعرف لوحك ارجع كنا ارجع كنا كمان ثانية ثانية دايما الخطوتين قبل اي مهاجم مباراة أهلي مباراة زمالك مباراة اي مباراة بيلعبها المقاولين على اي مهاجم دايما الخطوتين بياخدهم قبل المهاجم وبيتلا اخد الكورة يلا واحد يعني خلي اخد يعني شغل يلا اهي واحد ماشي بقى اللي بعد اللي بعد بص كريم اهي اللي قترك ايه اهي التانية دايما عينيه على الكورة ما بيعملش مخلفات عينيه على الكورة صعب اترقصه رغم ان رغم ان لعيب المية سبعة وثمانين سانتا كريم ده وزنه بقى تقيل بطيء في الحركة لكنه صعب اترقصه بص كريم دايما عينه على الكورة دايما بياخد الخطوة وبيعمل وبيمد عملية مد الرجل القطع الكورة بيتتعامل في التقوية المثال بص كريم صعب اترقصه صعب اتعدي منه بيفكرني اوي بحمد حجازي في بداياته لانه كمان لعيب كورة خلي بالك عايز اقولك انه عنده معدل دريبل احنا ملوش في الارقام وقف هنا عنده معدل دريبل عظيم جدا بيعمل من اتنين لتلات لتلات مرات بيطلع بالكورة وبيعمل مروغة مروغة لمدافع لمدافع عنده 19 سنة من اتنين لتلات مرات في المباراة رقم يبدو خافت في زل الارقام الدفاعية لكنه رقم مميز جدا ان العيب ده لعيب كورة بالاضافة اللي زي ما قلتلك مستو الكبيرة مدافع استباق بيقرم مصارات اللعب دايما بيحط نفسه في البوزيشن المثالي تلاتة لعيب مش متهور ابدا ابدا رقم انه تاني اللعيب اللي اكسامها كبيرة 187 سنتي عمر فايد لعيب اللي اكسامها كبيرة بيعندها مشكلة في الترنت وده اللي ان شاء الله هيتطور فيه خلال الفترة اللي جاية رقم انه مؤدي اداءات عظيمة جدا ماشي بقى الفيديو على عدلته ماشي الفيديو تاني على الصورة العادية اكمل كمان كمل بصها كريم دايما مش هيخدها يعمل صعب جدا جدا انك تعدي من عمر فايد بص بيلعب اهو عندوش مشكلة بيلعب قدام اهلي بيلعب قدام زمانك بصها كريم هتلاقي اهو بص هنا واقف ورا المدافع دايما الخطوط ايه دايما الخطوط ايه مدافع استباقي نموذجي دايما بيدور وبيقرأ بصار التمرير الكرة راح فين ما بيستناش ان العيب يروح له دايما حتى لما بيروح له صعب جدا ترقصه كمل كمان كمل كمان على سرعتها كمل عندوش مشكلة ابدا في الخروج بالكرة بشكل سليم يا كريم من اي مكان مهما كانت ضغط بص ما عندوش مشكلة بص هنا ما عندوش مشكلة يوقف على كرته ويطلع ويرقص هادي جدا الميزة التانية يا كريم المهمة جدا مميز اوي في الكرات الطولية اللي بقى لنا وقت طويل جدا واحد من اللعيبة اللي اتمنى يا كريم اتمنى اذا ما نشطش والنادي اللي يختار ويلعب فيه اذا قرر ان يلعب فيه احد من الاندية الكبيرة التلاتة اللي مقدمينه عروض حتى لو بنهاية الموسم اتمنى انه يلعب ويشترك وإلا يطلع يروح اين او يبقى حتى في نادي المقولين كي يتطور كي يتطور وده اللي نادي المقولين بيستهدفه